مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة طارئة بطلب من الجزائر بعد مجزرتها الكياني الصهيوني بحق نزحنا الفلسطينيين في مركز الإيواء في رفح ليلة الأحد إلى الاثنين طلب الجزائري جاء على إثر التطورات الخطيرة في قطاع غزة وبعد استهداف قوات الاحتلال لمخيمات النازحين برفح أدى آخرها إلى استشهاد 45 فلسطينيا وإصابة العشرات في مجزرة صهيونية غرب رفح ويرتقب أن يناقش مجلس الأمن أفضل وسيلة للرد من قبل الهيئة الأممية على مجازر الكيان الصهيوني